في ذكرى الثالثة والسبعي لتأسيس جمهورية الصين الشعبية هنال رئيس الروسي نظيره الصيني وأشاد بالتعاون التنائية بوتين قال إن العلاقات الروسية الصينية تتطور بشكل ديناميكي وبروح الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مضيفا أنه على الرغم من تعقيد الوضع الدولي فناء بكين وموسكو تتعاونان بنجاح في مجموعة متنوعة من المجالات ووافق الرئيس الروسي أو وفقه فأن بلاده توحد قواها مع الصين من أجل بناء نظام عالميا أكثر ديمقراطية وعدالة لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة وضعا خلافاتهما جانبا ومضيا في حلف بوجه الغرب كان اللقاء في الخامس من مارس الماضي أولى علامات المواجهة يومها أعلن الرئيس الصيني والروسي شراكة بلا حدود ودعيا لحقبة جديدة في العلاقات الدولية ووضع حد لما وصفاها بالهيمنة الأمريكية في الشهر نفسه حتى وزير الخارجية الروسي في الصين وأعلن صراحة بأن بلاده والصين تمضيان نحو بناء وتكريس عالم متعدد الأقطاب وعدل وديمقراطي أدركت واشنطن مآرب التقارب الروسي الصيني فأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن بكين وموسكو تسعيان لتغيير النظام في العالم القائم على القانون بعدها بأيام أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الصين تشكل تحديا للنظام الدولي مؤكدا أن واشنطن تخوض منافسة شديدة مع بكين بهدف الحفاظ على النظام العالمي في اليوم التالي جاء الرد الصيني واضحا حيث رفضت الصين تصريحات بلينكين مؤكدة أنها معلومات خاطئة ولا تمت للحقيقة بصلة وتضخم تهديد الصين على العالم وفي سبتمبر قال مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي إن بكين ترغب في العمل مع روسيا لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا وذلك قبل أيام من لقاء الرئيسين الصيني والروسي بعدها بأيام وعلى هامش لقائه مع الرئيس الصيني في سمرقند أكد الرئيس الروسي على أن موسكو وبكين تدافعان بشكل مشترك عن إقامة نظام عالمي عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من باريزة دكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والباعثة في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية دكتورة جريزي أسأل عما وراء هذه التهنية أو ديبلوماسية التهاني والرسائل الثاوية فيها والحديث عن عالم متعدد القطبية رأسها ربما الصين وروسيا بالنسبة لبوتن إذ يهني الرئيس الصيني مرحبا بكم مرحبا متابعة القناة بكل تأكيد هي إشارات يرسلها الرئيس الروسي إلى الصين أو إلى كل الدول التي يحس أو هناك نوع من التقارب ليس دائما في وجهات النظر لكن قد يكون لديك نفس الأعداء هي أيضا نوع من التقارب لذا فالكل يعلم الكل كان يظن أو حتى بعد المحلين توجهوا في بداية الأزمة أو بين روسيا وأوكرانيا إلى القول بأن الروسيا والصين في جبهة واحدة وهذا ليس صحيح لأن الأهداف الجيوسياسية ليست نفسها لكن العدو إذا صح التعبير هو نفسه بالنسبة لروسيا وبالنسبة للصين وهو الولايات المتحدة الأمريكية لاحظنا أيضا التقارب مثلما ذكر التقارب في شهر أو في بداية هذه السنة في شهر مارس الفارج بين الصين وبين روسيا هناك أيضا المواقف الصينية التي كانت دائما تدعم المواقف الروسية وحق النقد أو الفيتو في مجلس الأمن كل هذا يريد أن يحيي وأن يدهر الرئيس الروسي للعالم أن الصين في صفة أن في صفة مجموعة من الدول العظمى اليوم حتى التصويت في تنديد بضم الأربع مناطق الأوكرانية إلى روسيا امتنعت الصين والهند والقابون وأدن البرازيل وهي دولة ليست أي دول هي دول لها وزنها وحجمها في قاراتها فما يقام به الآن الرئيس الروسي هو مغازلة كل الدول أو الرؤساء أو الحكومات التي تسوي له ليس فقط مورد أو مصدر لكن أيضا محلل أو موسط أو سطأ في بعض الأزمة لكن هناك في المقابل أن العالم لا يرد فقط أحادي القطب هناك من يقول أن ما أقدم عليه بوتين في أوكرانيا وخاصة الخطوات الأخيرة إنما تحرج بيكين التي ربما تدعم روسيا وموسكو لكن بشكل صامت وغير معلن ماذا عن الضم أو الانضمام إلى الاتحاد الروسي الخطوة التي أقدم عليها بوتين مؤخرا هل يمكن لبيكين أن تدعمها بشكل صريح أم أن الفيتو الصيني قد يكون داعما رغم أن الفيتو الروسي موجود لأي قرار دولي برأيك هو الفيتو بحد ذاته بالنسبة للغرب هي موافقة أو عدم إحراج دمني إذا كانت للصين أو للهند أو الدول التي أخرجت الفيتو ولم تصوت موقف مع الغرب واستفت وراءهم كنسة تقول نعم كما استفت مجموعة من الدول الأخرى الفيتو هو الطريقة لن أقول الضمنية لإخبار الغرب نحن لسنا معكم في نفس الخندق يعني هناك عقوبات دولية على الصين هذا من جهة من جهة تانية الإحراج للسين ليس صحيحا الصين لا تدعم لا جانب إنساني ما يهمها في هذه الحرب لا الجانب الإنساني ولا القانون الدولي الصين هي دولة دولة اقتصادية استعمارها واستعمار اقتصادي أنا لا أسمي الاقتصاد بالحرب الناعمة هي قوية وخشنة بالنسبة للاقتصاد وما تقوم به روسيا يحرجها ويعرق الأهدافها التجارية في المنطقة التي تدار في هذه الحرب لكن بالوكالة في مناطق أخرى مثل إفريقيا شمالا وجنوبا دول الشرق الأوسط ودول أخرى الموضوع محرج لها لكن في نفس الأحوال هي قد وزنت هذا النوع من بردة الأعصاب التي تتعامل به الصين دائما وتعرف من أين تأكل الكتف من جانب المادي أو الاقتصادي هي وزنة الأمور ولقت أن مصلحتها في هذه الحرب أن تضم روسيا أربع مناطق أو أن لا تضمها هذا لا يهم بتاتا الصين موازاتا مع التعاون الاقتصادي هناك صفحات صامتة أو مسكون عنها ماذا عن التعاون العسكري وروسيا متقدمة في هذا الجانب هل أن بيكين فيما أسميته الحرب الاقتصادية أو توسع الاقتصادي تزهد اليوم في تنمية قدراتها العسكرية وهي أولوية مؤجلة في أفق 2030 حينما تتسيد العالم كما يقول المراقبون أم أن القدرات الروسية الهائلة عسكريا إنما تغري بيكين بالتعاون في هذا الباب ولو بشكل سري وغير معلن هناك تعاون أصلي بين الصين وبين روسيا في هذا المجال لكن من المعلومات المسربة والتي لا تفسح عنها الصين هي معلومات الأسطولها العسكري وكيف يمكنها التصنيع لأنه عندما يضبط مثلا صاروخ صيني تقام الدنيا ولا تقعد مثلا في الصين لأنها لا تحاول تسريب معلوماتها وما الذي تقوم به من الدخل ومصانع الأسلحة لديها وإمكانياتها العسكرية فهي تشتري دائما من أجل بعاد الأنظار من دول مصنعة الأسلحة مثل روسيا لكن في المقابل من لا يعلمه الجميع أو يتم تجاوره هو أن أقلب قطع الغيار بالنسبة للأسلحة أو حتى للأدوية أنا سأذكر هنا الأدوية يعني 90% من المواد الرئيسية الأساسية لتصنيع الأدوية حتى في الأوروبا وفي الغرب هي تأتي من الصين وهذا لا تفسح عليه الصين لديها قدرة هي لا تتحكم في الأسلحة في النهاية يعني بعد التصنيع تتحكم فيها في البداية يعني نعرف الأزمات مثلا سأعطيك مثال الهواتف النقالة أو الأشياء التي نستعمل في بيوتنا عندما يتم توقيف التصنيع في الصين كيف تتأدى الصناعات الغربية والصناعات الأمريكية أو حتى الروسيا هي تتحكم بدوالب الأمور وتعرف متى تفتح الحفنة ومتى تغلقها أهلا منكم على أهمية ما تقولينه دكتور عذرا للمقاطعة دركنا وقت انتهاء حجز الأقمار الصناعية شكرا جزيلا لك من باريس دكتور سيلين جريزي الباحثة والأكاديمية في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية كل شكرا ترجمة نانسي قنقر